أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تؤدي إلى اعتقال ملكة العمولات الرقمية البلغارية المولد الهاربة روجا إغناتوفا وقال سفير الولايات المتحدة لدى بلغاريا كينث ميرتن إن إغناتوفا مطلوبة في الولايات المتحدة وألمانيا لمشاركتها في واحدة من أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ التي احتالت على الضحايا بأكثر من أربعة مليارات دولار وأفلتت إغناتوفا البالغة من العمر أربعة وأربعين سنة من الاعتقال بالفرار على متن رحلة جوية من صوفيا إلى أثينا بعد أسبوعين من توجيه الاتهام إليها في أكتوبر 2017 ولا يزال مكان وجودها مجهولا إغناتوفا التي تحمل الجنسية الألمانية متهمة بأنها العقل المدبر وراء مخطط العملة الافتراضية الاحتيالي الضخم وان ناكوين وفي عام 2022 وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي على قائمة أكثر عشرة مطلوبين وقال ميرتن إن الولايات المتحدة ستصدر بيانا في وقت لاحق يوضح كيف يمكن للأشخاص تقديم نصائح مجهولة المصدر لمساعدتنا في هذا التحقيق المستمر أطلقت إغناتوفا عملة وان كوين في صوفيا في عام 2014 بهدف مبدئي الحصول على بعض الأموال التي وضعها عملاؤها على المنصة وفقا للائحة الاتهام ولكن بات من المستحيل على العملاء استرداد أموالهم كما تقول السلطات وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس وبدلا من ذلك قدمت عملة وان كوين أرصيدة إضافية لأولئك الذين قاموا بتجنيد آخرين ممكن الشركة من النمو بسرعة والاحتيال على المستثمرين من العديد من البلدان من الصين إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وتخطط بلغاريا أيضا لتوجيه اتهامات غيابية ضدها مما يسمح ببدء إجراءات لمصادرة ممتلكاتها التي تبلغ قيمتها أكثر من عشر ملايين يورو حسب ما قال المدعي العام وتم القبض على شقيق إغناتوفا كونستانتين إغناتوف الذي تولى منصب رئيس منصة عملة وان كوين في عام 2019 في لوس أنجلوس واعترف بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 34 شهرا ثم أطلق سراحه في مارس 2024 وتم تسليم شريك إغناتوفا سيباستيان جرينوود من قبل تايلاند وحكم عليه العام الماضي في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 20 عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر